أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الراسخ باحترام سيادة ووحدة أراضي البوصنة والهرسك واستعدادها للتعاون مع مختلف مكونات مجتمع البوصنة والهرسك بالشكل الذي يحقق الاستقرار والتنمية فيها وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس رئاسة البوصنة والهرسك دانيس بتشيروفيتش أوضح الرئيس السيسي أن المباحثات شهدت استعراض جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين لقد كانت مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوصنة والهرسك حيث تحملت مسؤولياتها جداولة رائعة للسلام في العالم من خلال مشاركتها في عملية حفظ وبناء السلام في البوصنة والهرسك وأود في هذا الصدد أن أؤكد موقف مصر الرازخ باحترام سيادة وحدة أراضي البوصنة والهرسك واستعدادنا للتعاون مع مختلف مكونات مجتمع البوصنة والهرسك بالشكل الذي يحاقق الاستقرار والتنمية فيها كما أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالتهنئة بمناسبة موافقة المجلس الأوروبي مؤخرا على فتح باب مفاوضات انضمام البوصنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي متمنين التوفيق والتقدم على هذا المصار المهم لمستقبل البلاد السيدات والسادة لقد أجريت مع فقامة الرئيس اليوم مباحثات مهمة عكست رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية وأكدت في هذا الصدد حرصنا على تعميق وتطوير كافة أشكال التعاون القائمة بين البلدين كما شهدت المباحثات استعراض جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار بين البلدين حيث أكدنا الاهتمام المشترك بدورة استخدام أليات التعاون القائمة وتطويرها بما في ذلك تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني لدفع جهود تعزيز التبادل التجاري بين البلدين فضلا عن ترحيبنا بالعمل لتعزيز التبادل السياحي من خلال إطلاق خط تيران مباشر من بعض المدن البسنية إلى مدينة الأردقة وبما يساهم في تنشيط حركة السياحة بين البلدين اشتركوا في القناة